اشتركوا في القناة المنتخب المصري مواجهته امام منتخب فوزه على منتخب لبنان بفضل اللاعب محمد مجدي قفشا في الدقيقة الواحدة والسبعين من علامة الجزاء تغلب المنتخب الاردني على نظيره السعودي بهدف دون رد في اختتام والى الاخبار الدولية في الدور الانجليزي الممتاز تمسك فريق تشالسي بصدارة بالنتيجة نفسها ونقطتين عن ليفاركول الفائز بالدرب امام جاره ايفيرتون باربعة اهداف مقابل هدف وعانى رجال المدرب الالماني توماس توخيل لحسم النتيجة حيث انتظر الضيوف حتى الدقيقة الثالثة والسبعين لتسجيل هدف الفوز عن طريق المغرب حاكم زياش وذلك بعدما من نهاية الشوط الاول في الدقيقة الثالثة والاربعين وواصل منشستر سيتي تضيق الخينق على تشالسي وتمكن من العودة بالنقاط الثلاث من مواجهته امام مضيفه اسطون في الفيلا وسجل لفريق المدرب الاسباني بيب جوارديولا كل من البرتوغوليين روبان دياز في الدقيقة السابعة والعشرين وبرناندو سيلفا في الدقيقة الثالثة والاربعين وحقق ليفاركول فوزا كبيرا على مضيفه ايفيرتون باربعة اهداف مقابل هدف اليوم الاربع في الجولة الرابعة عشر من الدور الانجليزي الممتاز وسجل كل من جوردان هونديرسون في الدقيقة التاسعة والمصري محمد صلاح هدفين في الدقيقة التاسعة عشر والرابعة والستين والبرتوغالي ديجو جوتا في الدقيقة التاسعة والسبعين فيما دون ديماري هدف ايفيرتون الواحد في الدقيقة الثالثة والسبعين ويحتل بذلك ليفاربول مركز الثالث بواحد وثلاثين نقطة وفي الدور الاسباني احكم ريال مادرد قبضته على صدارة ترتيب الدور الاسباني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على اتيتيك بيلباو بهدف مقابل السفر في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة على ملعب سانتياغو بيرنابيو وسجل هدف الفوز لريال مادرد الفرنسي كاريم بنزيما في الدقيقة الاربعون من عمر المباراة وعزز فريق المدرب الايطالي كارلو انشيروتي موقعه في الصدارة برصيد ستة وثلاثين نقطة وبفارق سبع نقاط عن كل من جاره اللدود اتيتيكو مادرد حامل اللقب الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة ضد غرناطا يخوضها في 22 من الشهر المقبل وريال سوسيداد الذي سقط في نهاية الاسبوع امام فارق اسبانيول بهدف لصفر وفي الدور الايطالي استعاد ميلون توازنه وسريعا بالفوز خارج قواعده بثلاثة اهداف جميلة للسويد المخضرم زلاطان ابراهيموفيج من ركلة حرة اقول في الدقيقة العشرة واضاف زميله البرازيلي ميسياس جونيور في الدقيقة الخامسة والاربعين ثم بتزديدة ارضية محكمة من ابراهيم دياز في الدقيقة الواحدة والستين وبقي نابول متصدرا لكن الفارق تقلص الى نقطة بعدما فرط بتقدمه على فريق ساصول بهدفين واستحق انتار الفوز على سبيزيا بهدفين دون ارد اذ كان الطرف الافضل تماما لكنه انهى الشوط الاول متقدما بهدف واحد سجله روبرتو غاليارديني وكان صاحب الارض قريبا جدا من اضافة هدف ثاني في مستهل الشوط الثاني لكن الحظ عاند الارجنتيني خواكين كوريا بعدما ارتدت محاولته في العارضة في الدقيقة الثانية والخمسين وفي الدور الفرنسي اوقف نيس سلسلة انتصارات مستضيفه باريسان جرمان المتصدر واجبره على التعادل دون اهداف لحساب الجولة السادسة عشر من الدور الفرنسي وشهدت المباراة قبل انطلاقها تقديم النجم الارجنتيني ليونال ميسي لجائزة الكرة الذهبية لجماهر حديقة الامرة رفقة زميله الايطالي دوناروما المتوجي بجائزة افضل حارس مرمى في العالم واهضر الفريقان فرصا واضحة للخروج بالنقاط كاملة ليضيف الفريق الباريسي نقطة الى رصيده في صدارة الترتيب وفي اخبار الرابطة المحترفة الاولى عينت لجنة التحكيم الحكم بن براهم لادارة قمة مباراة الجولة السادسة للبطولة المحترفة والتي ستجمع شباب الوزداد بنصر حسين داي وسيدير الحكم بن براهم هذه المباراة بمساعدة كل من براهم كمساعد اول وبوفاسا مساعد حكم ثاني وتعد هذه المباراة المقررة بملعب 20 اوت داربي عاصم خالص بين الجارين شباب الوزداد ونصر حسين داي الى هنا مشاهدين وصلنا معكم الى نهاية النشرة الرياضية في امان الله